اهلاً وسهلاً بيكم في أولى حلقتنا النهاردة من برنامج حكاية حوى النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جداً بيخص بكل أم يعني عاوزة كل أم كده بتسمعني تفضي نفسها الحبة اللي هنتكلم فيها مع بعض دول وتقعد تسمعني كويس جداً لأنها هتستفيد جداً جداً حكاية حوى النهاردة هي إزاي توجه عقلك طفلك من غير ما تفقدي أنت عقلك الموضوع طبعاً بيبدو ساخر بعض الشيء من العنوان لكن في الحقيقة هو خطير جداً وبيترتب عليه حياة كاملة بحلوها وبمرة في كتاب كنت قرأته اسمه Making Children's Mind أو تنشئة عقل طفلك للدكتور والكاتب الأمريكي كيفين ليمن وهو المؤلف صاحب الكتب الأكثر ما بيعني بحسب جريدة نيويورك تايمز ليه؟ لأن الكتاب ده أول ما تنشر في أول أسبوع اتباع منه أكثر من مليون نسخ ليه؟ لأنه بيعالج قسم كبير من مشاكل التربية والأولاد يعني المشاكل كل أم بتوجهها تقريباً في حياتها وفي العصر خصوصاً في العصر اللي احنا فيه فأنا برضو إن شاء الله هعرض لكم في وسط كلامنا النهاردة بعض من خبرات هذا الكتب إزاي كل أم بتعرف إن الصبح جيه ويومها بدأ؟ تعالي أقول لك أولاً كده وبادئ دي بيد هتحس إنك متضايقة أول ما بتصحي من النوم ليه؟ لأنك هتقومي بدور المنبه وطبعاً هتقضي تقريباً 30 دقيقة نص ساعة بتصحي في أولادك علشان المدرسة وطبعاً إنت عشان كده أزم بتكوني عامل حسابك في نص ساعة بدري عن المعادل أصلاً إتوفر التصحي فيه ولما بيرن المنبه بيصحي البيب اللي نايم جنبك اللي إنت بدلتي طول الليل بتعملي كل المحاولات المنطقية والغير منطقية علشان تنايمين ويدوك كان لسه نايم وطبعاً المنبه أول مرن صحة طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بتبدأي تصحي في الأولاد بشكل طبيعي وبعدين بتستعملي عبارة التهديد بريتم بطيء في الأول بعدها الرتم بيسرع والتون بيعلي بشكل تلقائي وبدون أي تدخل منك أنت شخصياً بعد كده بتيجي بنتك الصغيرة اللي لسه في جيوان وتبدأ في الزن طبعاً وأنا هنا بقول بنتك مش ابنك لأن كلنا عارفين أن البنات كائن بطبيعته بيحب الزن فأنت بتجي بتسأليها بتزني لي حبيبتي؟ طبعاً ما فيش رد لسؤالك لأن سؤالك وجودي أنت أصلاً مفروض ما تسألهوش لأنه مالوش إجابة وفعز ما أنت في الدوامة بتاعت العياد بتاعت بنتك دي بتيجي أختها اللي أكبر منها بسنتين ثلاثة بتقولك يا ماما زبطيلي يونيفورم المدرسة طبعاً هي بتبقى متخيلة أنها في نهايات مسابقة أزياء وهي بتغير ستايل اليونيفورم اللي هو أصلاً يونيفورم مدرسة بتاعتها تربع مرات كده وتسريحة شعرها حوالي 13-14 مرات وطبعاً بتبدأ في الأسئلة العباتية بتاعت التوقيت ده يا مامي أرفع ولا أسيبه أجيبه على جنب ولا في النص وفي النهاية أولادك بينزلوا وبيسيبوا الأوضة وكأن ضربها إعصار من الكراكيب والفوضى اللي فيها وفعز ما أنت في الحرب دي كلها بيكون بس المدرسة سابق ومشي علشان أنت أم مش ملتزمة من معايد البس وطبعاً بتضطري تحطي أي حاجة فوق هدوم البيت اللي أنت لابساها وتغضي بعضك وتنزل توصليهم علشان تكفري عن الزنب بتاعك طب الفطار اللي على الترابيزة لأ خلصي حبيبتي وانت رجع بعد ما ترجعي بعد التوصيلة ابقي كوليه انت ده إنجالك نفس أصلاً بعد اللي حيحصل وانت بتوصليهم تحت الضغط اللي انت فيه ده وخاصة بقى لو انت اللي سايق العربية طبعاً كلنا عارفين أن أي محاولات ضبط وسيطرة للأولاد في التوقيت ده بيكون هو نوع من العبات حتى لما بتنادي ابنك باسمه بالكامل بصوت عالي كنوع من التهديد برضو ما بيجيبش معه لأن انت في الوقت ده حرفياً بتأذني في ملطة كلنا عارفين إن تربية الأطفال من غير تعب وهموم ده شيء من الخيل يعني أنا هنا مثلاً كأم في الوضع اللي أنا حكيته ده ببقى عنيت من 3-4 نوبات شعور بالزنب كده والساعة لسه 7 الصبح انت متخيلة ده طبعاً بعد ما الأولاد دي ينزلوا على مدارسهم الأم بتقعد مع نفسها وبتقول أنا ليه؟ بقول حاجات أنا مش عايزة أقولها وليه بتصرف تصرفات أنا مش عايزة أعملها؟ هي كأم ما كانتش بتحب الزعي وما كانش حد بيسمع صوتها قبل الخلفة دلوقتي هي ممكن تفوز بالميداليا الزهبية الأوليمبية في الصراخ والصوت العيني بيجي على بالها طبعاً أحياناً والفترة سريعة كده إنها ترتكب لها في خلال اليوم بتاعها 3-4 جرائم على الماشي كده ده أنت أصلاً إذا سحيت الساعة 9 الصبح كده خلصت بالنسبالك أنت بقيت مقتنع تماماً إنك أم سيئة لأنك سحيت الساعة 9 مش الساعة 6 طيب فاكرة لما كنت صغيرة ووالدتك كانت بتقولك كلام وتعليقات بتضايقك وكنت بتقولي لنفسك أنا أكيد لما أكبر مش هقولي الكلام ده لأولادي أديك دلوقتي بتقودي الأسوأ مني طبعاً أنت عارفة إن عقلك ممكن يروح منك بعد المهزلة اليومية اللي بتحصل كل يوم الصبح في البيت دي خصوصاً أيام الدراسة وأكيد أغلب الأمهات اللي بتسمع كلامي دلوقتي بيحصل معها حرفياً اللي بقوله مش كده؟ لو كل اللي أنا قلته ده بيحصل معاكي كل صبح في بيتك يبقى جي الوقت إنك تحطي استراتيجية جديدة علشان تقدري توجهي أولادك وتشكيلي عقلهم من غير ما تفقدي أنت عقلك هو صعب؟ آه صعب لكن مش مستحيل تقدري؟ آه بالإصرار وتقدري لما تغيري نظرتك لنفسك الأول لو عايزة تعرفي إزاي تقدري على ده تابعوني بعد الفاصل هيكون معانا الخبير التربوي الدكتور محمد السيد واستشاري الصحة النفسية استنونا أهلا بكم من جديد يا ترى مين اللي بيدير الدفة في البيت؟ أنت ولا أطفالك؟ لو الأطفال هم اللي بيديروا الدفة يبقى أكيد جه الوقت إننا نحط خطة ممكن كده نسميها خطة لعب جديدة علشان نحاول نغير سلوك أولادنا الخاطئ خلونا نرحب بالدكتور محمد السيد الخبير التربوي واستشاري الصحة النفسية أهلا وسهلا أهلا وسهلا دلوقتي يا دكتور الأم في المطبخ وطبعاً شايفين الدخين طالع من المطبخ هو مش من الأكل اللي على النار هو من شدة سخونة الحوار اللي بينها وبين ابنها طبعاً في سن عاشر، أحد عشر، أثناشر، السن اللي الإبن بيحاول يفرض سيطرته على المنزل فيه فبيخش بيقول لها ماما ما تدخليش في كل صغيرة وكبيرة في حياتي ماما نديني بإسمي أنا كبرت وما تدلنيش قدام صحابي سيبوني أعيش حياتي بالطريقة اللي أنا عايزة طبعاً ما ممتوع لما بتيجي ترد عليه ما بتلحقش إنه بيكون سابعة ودخل وخابط الباب ووراه وسبعة بقية هي بتطلع دخانة المنزل الأم في الموقف الده يا دكتور بتتعامل، مفروض إنها تتعامل إزاي علشان الموقف الغلط اللي إبنها عمله ده الأول براح بحقيرتكو بالسيدة المشاهدين وبسم الله الرحمن الرحيم هو أولاً فيه جزء بيكون صح جداً ومن حق الطفل اللي هو أن يكون شخصيته ويكون له اختياراته والمساحة الخاصة به وده طبيعة أي شخصية سواء واحد كبير أو مراهج أو صغير لكن فيه جزء لابد أن يكون أي جزء فيه حرية بالنسبة للطفل تحت رقابة الأب أو الوالدين عموماً أيهم أحدهم أو كلاهم عين فإذا كان الأمر أن الإبن هياخد حريته ويكون عنده قدر من الاستقلالية وقدر كبير من بناء الشخصية بتاعته مع تدخلات طربوية من الأم ده ممتاز جداً وده حاجة كويسة للغاية حتى لو اصطدمت مع الإبن في بعض الأحيان فده مظهر صحي وليس مظهر سلبي إمتى بالنقلق على الإبن دي قاعدة لأي أمة من الأمهات لما تلاقي الإبن مطيع تماماً وما عندهش تكوين شخصيته أو ما عندهش قدر من العناد أو ما عندهش أخد ورد في الحالة إذا كده بنقلق لأن شخصيته في الحالة دي أمة مقموعة جداً يوم الشخصية وصلت إلى مرحلة من الضعف والاستسلام إنه مش قادر يكون شخصيته في النقطة الأساسية لما الإبن يكون عايز مساحة ندينه مساحة حاجة تانية إحنا بنديها النظرية كده نظرة بسيطة جداً نظرة بسيطة إحنا بنقول إيه تعارفين القاعدة بتاع 4-4-2 بتاع العيبة إحنا بنلعبها في التربية يعني إزاي؟ يعني أربع حاجات بغض الترف عنهم وأربع حاجات بدي فيها ملحوظات تربوية وحاجتين باخد فيهم قرار دي قاعدة 4-4-2 عشان قاطر تبقى سهلة خالص أربع حاجات بغض الترف عنهم الولد متمرد شوية خاصة بعد ما بيوصل 8 سنين 9 سنين في مفوق خاصة لو ولد لو بنت تقريباً بتقف يعني بعد كده بسنة أو سنتين في الحاجة لازاي كده؟ في العموم المرحلة لازاي كده بيكون الطفل بيطلع من مرحلة الطفولة وداخل على مرحلة المراهقة اللي بيكون حابب بيحقق فيها الشخصية والنوع بالظبط يتبقى صعب مع الولد طبعاً الله يبارك فيك في الحالتين الحياة بقى جوه كله بقى صعب في الزمن ده يعني فعلاً لكن إحنا بنقول لأم أربع حاجات هنتنطنشهم خالص هنغض الترف فيهم شوية ومش شرط بالترتيب وأربع حاجات هندي فيهم نصايح بص برافو عليك بس اعمل كذا برافو عليك بس اجرب كذا ندي بعض الملحوظات اللي هي التربوية وحاجتين اتنين قول لأ ده غير مسموح ولما قلوه غير مسموح يعني غير مسموح خلت بالحركات زي حاجتين بناخد فيهم القرارة فإحنا مش ضد أن الابن يكون الشخصية بتاعته ده حقه الطبيعي عشان يطلع إنسان ساوي ويطلع في يوم من الأيام شخص مسؤول أو إنسانة مسؤولة ومش مع فكرة القمع أو الرقابة الزايدة أو الصرامة الزايدة لأن ده بيحطها بالشخصية بالزبط يا دكتور طب هو دلوقتي بعد ما عمل كده يا دكتور ودخل وصب مامته بقى بتدخن وبعدها بساعة جي وبتكون مامته خدت لها برشمتين قولون عصبية على برشمت حمودة من التوتر اللي هو عمل هولا وهو دخل عليها وقال كأنه عمل حاجة من شوية وقال لها يلا عشان أنا عاوز أشتري شوية هدوم تعالي معي فأكيد مامته تبسلو بزهول طبعا طوله هو ده اللي كان قالي بالبيت من شوية فإيه المفروض بقى إنه هو بعد ما أخذ الموقف الأوليني ده وجاي بقى عايز يفرد سيطرت دولة يفرد أنه هو ساحب القرار يلا عشان نشتري هدوم مامته المفروض إنها ترد عليه زي هي الحقيقة هترد على حسب الفعل اللي هو فعله يعني في بعض الأحيان لأ فيه صرامة وفيه قرار أنت متعاقب أو أنت مفيش أو أنت ده حقها طبيعي وفي بعض الأحيان لازم نترك لأبنائنا خط عودة يعني أنا بعاقبه عشان يتحسن سلوك ومش بعاقبه عشان خطر حطمه بالضبط فسيب له خط عودة أن يعتذر خط عودة أن يرجع يارف غلطه هو بعد عمل الحركة دي هو بعد عمل الحركة دي وما تدخل يلا بقى عشان تروحي يعني هو المفروض بيأمور عنه يلا أي حاجة أنا عايز أنت بتعمل لا ما ينفعش ما ينفعش حكتين في التربية حكتين في التربية بوضع الشخصية التدليل الزائد والحرمان الزائد ففي حالة أن كل شوية يجي طلب حاجة ونقول له حاضر ده إفساد للولد عموما وفي حالة أن احنا نقمعه دائما ومحروم يطلع شخصية محرومة ومكبوتة وده مش صحي لكن احنا لأ نقول نعم ونقول لا وندي ونمنع ونوافق ونعترض ده حقنا الطبيعي احنا كأباء وأمهات أيضا عشان في نفس الوقت شخصيتنا وقوامتنا تكون متحققة وفي الإطار الآخر الابن يكون شخصيته ويتعلم الحياة ده الأصل اللي احنا عايزين نقوله لكن أنا بسيب لابن خط عودة إذا أخطأ يعتذر إذا عمل بعض التصرفات أنا غضيت الطرف عنها خلاص من غير ما يعتذر ممكن أسمحه إذا خدت قرار لازم يتنفذ بالضبط ما ده لما تكلم فيها دكتور ده راتي خدت قرار أن هي لازم هو غلط وعمل مخلوبش كويس فهي لازم عايزة تعمله نوع من تعديل السلوك اللي عمله ده فلما ييجي يقول لها يلا عشان تشتري لي هي بقى في الموقع تقوله تروح معاه وتريح نفسها ولا تاخد قرارها لازم عمله لحظة تعلم بقى ده يسمع لحظة تعقاب بقى لو هو أساء في التصرف لا يتعاقب الأول وبعد ما يتعاقب الأول هي تشوف هي اللي تسمح به ايه بالتحديد عشان الابن خاصة لما الابن يكون في مرحلة لحد 12 سنة فيما أقل في المرحلة لزا كده لا غير مسموح غير مسموح ان احنا نسيب له الحبلة للغير بيبوز طيب هما برضو الأولاد أذكيائي دكتور يعني بيشتغلوا كده على خطط مع الأب والأم فهو الولد اللي دلوقتي لو هي ممته رفضت وقالت له لأ علشان هي عايزة تحرمه بقى عشان يتعاقب على عمله ده فبيجي يستعمل معاه خطة تانية هو لأ العند مسلا مش جاب نتيجة فبيجي يعتذر وشوية الصعبانيات بقى عشان يصعب عليها ويتحقق له ويبقى برضو هي حققت له رغبته فلو اعتذر لها هي تتراجع عن موقفها وتروح معاه ولا لأ تسر على موقفها لا تتراجع طبعا ليه احنا الأصل هي التربية التربية هي تقويم وتعديل السلوك فلوه فعل شيء خطأ واستشعر انه عمل شيء خطأ ورجع يعتذر يبقى معنى ذلك أبدى انه الحسنة وعاد عن خطأه ودي بادرة كويسة ان احنا نعلمه السلوك الجيد وده الهدف من التربية يعني مش الهدف ان انت متعاقب يعني لازم تاخدها على دماغك لا خالص لازم العملية برضو فيها شوية مرونة عشان خطر الامور تمشي فنديله المساحة وطريق عودة ولو اعتذر اعتذر ما فيش اي مشكلة خالص ونفتح معه صفحة جديدة ويتعلم من الدرس ومرحب فيش اي مشكلة خالص هي أولاد بقى بتستغلي ده وبتعمل اللي هي عايزة وتقول كده كده ما انا هتأسف لها هتعمل لي اللي انا عايزين ده العند بقى اللي هو العند اللي بنسميه اللي تربوي في الغلط ده بيحصل امتى في حالة ان الولد ده ينقامع جدا ده نفسيا ينقامع جدا يتدلل جدا بحيث ان الانقامع جدا ده بيوصل لمرحلة ايه ايه اخيرها ايه اخيرها علقة يالله ما انا كده كده بانضرب صح والتاني اخيرها ايه هتقول ازعلانة منك وهي ملهاش كلمة بعد خمس دقيقة هتجيب لي الاكل وتداد فيها وتأكلني بوقي كمان بالضبط بالضبط فالتدليل الزائد والحرمان الزائد هو اللي صنع الحلد اكيد لكن احنا دايما نقول التربية القويمة اذا اخذ المربي سواء اب او ام قرار لابد ان ينفزه مهما يكن يعني اخذت قرار بالحرمان خلاص اخذت قرار بالعقاب سواء نفسي او بدني خلاص العقاب هينفز اخذت عقاب قرار النسامح خلاص انا سمحت وهكذا يبقى الاب دايما او الام بينه وبين الطفل حاجز دايما الولد مش عارف يتخطى اللي بيخلي الامهات النهاردة توصل الى مرحلة مش قادرة تسيطر على الابن او الابن مش عارف يتعامل جيدا مع الام ازالة الحدود ان هي وصلت لمرحلة ان الولد اصبح فاهمها كواس جدا او فاصبح الرمود في ايده هو بحركة زي معايز بالضبط هو ييجي يقول انا زعلان فلا يا ضنايا ويحبيب يعرف ان دي نقطة ضعفة خلاص اه خلاص يشتغل عليها الله يبرك فيك وكذلك الاب هيجي يقول لي كذا الام هتوفق لي فعشان كان لازم في التربية يكون الاتنين اتجاه واحد ويكون وقت القرار القرار بينفز ويكون في جميع الحالات الحاجز اللي بين الاب بين الوالدية وبين الطفولة ده حاجز موجود ده دائما موجود طب يا دكتور فيه نوع من الاطفال في السن ده دايما لو طلب حاجة ومامته مثلا رفضت او او غلط في حاجة فهي بتعقبه فبيقلب عليها الترابيزة بقى انتي ما بتحبنيش انتي بتعاملي يا اخواتي احسن مني وبيخش في دوامة كده بيرسمها لنفسه كده مش مش مظبوطة فانت يعني حضرتك شايف ايه دكتور الولد النوع ده انتعامل معه ازاي دي حاجة مثلا اللي بتزززز العطيفة عند الاطفال او ان لما بيشوف ان الام مثلا مادت لهش الحاجة اللي هو عايزها او فبيبدأ ايه يعمل مقارنات ويضغط عليها بالنحية العاطفية كده وكتير من الامهات بتقع في المقطة دي عشان تكون فيها موديخ ودخلل في التربية احنا قلنا اربع حاجات هنغض الترف عنهم من ضمن الحاجات اللي ازاي كده اللي بتزززز العاطف خليه اقول اللي هو عايزه انتي اخدت قرار لا مش هسمح لك بداية مش هسمح لك بداية انت ليك ساعة واحدة في الموبايل خدت الساعة اللي عبت فيهم ولا تكلمتوا اللي عملت بعد الساعة خلاص المذاكرة او النوم اه اه ده هو كمان بيحاول انه يوصل ان ماما دي ستة مش كويسة ويشوه صورتها مع اخواته وبتعملني انا وحش وبتبقى في كده يعني ايه نوع من يعني هو بيحاول انه هو يشوه صورة مامته حتى مع اخواته لا هي بتعملني وحش اكتر واحد فيكو وبعدين برضو يا دكتور في نقطة ان الاولاد مش زي بعض فيه فروق فردية فممكن يكون طفل محتاج معاملة معينة فيهم غير الطفل التاني فالام لما بتعرفش بقى توازن بتعامل كل واحد على قد شخصيته فهو بيحس ان فيه تفريق في المعاملة نفسها تمام هو الحقيقة مفيش تفريق يعني اي ام فطريا بتحب ابنائها كلهم بالضبط لكن هي الفكرة ان الام لابد ان في المرحلة دي الام تتجاهل رد فعله تماما يعني لو قال ده امامة بتعامل هي تتجاهل ولك انا سمع ليه لان بعض الامهات في الموقف ده هتاخد اكتر من موقف كلهم تربوين غلط واحد هتبدأ تبرر وده غلط تبتقول لأ انا بحبك بدليل كذا وكذا 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 فكأنه حطاها في قفص التهام وهي دلوقتي بتبرر الموقف اتنين هتغضب يبقى معنى ذلك كل ما بتغضب وتضعف موقفها والحاجز بيتبدد بينها وبينه وهو خلاص عارف ايه اللي بيعصبها وإيه اللي هيرضيها تمام ودي برضو في حالة احنا اتفقنا على ان التربية تقويم وتعديل السلوك باي طريقة يتقوم ويتعدل السلوك بطرق تربوية انسانية نعمله غير كده غير كده اي بتزاز عطف مرفوض اي حالة من الولدانة الزايدة عند الطفل بنغض الطرف عنها بنطنشة خالص وهو لما يخلص الجرعة بتاعته عود يشتكي وغيره يبدأ يعود يحس بالتقنيب الزاتي والام سابتة تماما هنا تبقى مربوية جيدة جدا بالضبط لما تكون الام بقى سابتة على موقفها ويجي الوالد عايز بقى صابان عليه ابنه وعايز اللي بيدلعه فبيبوز كل حاجة هي بتعملها ان بيجي مثلا ماما قالتلي لا دي ماما مش ازاي تقولك كده ده انا هعقبها لانها تقولك كده فاعتقد ان ده يا دكتور بيعمل خلل نفسي عند التفل هو بيعمل خلل في الاسرة ككل احنا اتفقنا ان التربية ما لم يكن لاتنين في اتجاه واحد كأن واحد بيقدف لقدام في القارب واحد بيقدف لورا بالزبط فبالتالي مش هنوصل للمرحلة يعني لازم يكون في اتفاق بين الاب والام لازم ان مدام الاب اخد موقف لازم الام يعني حتى لو هي مش عجيبة الموقف تتبعه والعكس احنا بنقولها الاباء والام هات واحد خد موقف حتى لو التاني شايف ان ده غلط تأيده تماما وقعده مع بعض تشاوره وبعدين اطلع بقرار واحد بالزبط كده كأب وام اطلع بقرار واحد القرار تسمحه القرار تعقبه القرار تدوله او تمنعه ايا كان القرار بس المهم احنا الاتنين في اتجاه واحد بالزبط حتى لو احنا احيانا مختلفين في الشخصية ان احيانا بعض الناس خاصة دي بتبقى اسوأ في الجد والجدة احيانا لانهم فعلا الدلع بتاعهم بيأثر على الاطفال فالجد والجدة عايز ابنه دايما او حفيده دايما بيضحك ومبسوطه فعاوز يتدلله دايما وده في حد ذاته لو تسامح به دور الام هيسقط ودور الاب هيسقط وبالتالي الابن هيتلف زي بعض الابنائي طب يا دكتور السن بالنسبة لأطفال فيه طبعا طفولة مبكرة طفولة متخرة مراهقة مبكرة ايه اخطر سن بيبقى صعب لما بتعامل معي بقى بواجه معاناة شوية ان انا اعدل سلوكه يعني اعتقد تعديل السلوك في السنة صغير بيبقى اسهل فايه السن للطفل لما بيوصله بيبقى فيه معاناة بقى من الام في تعديل سلوكه لابنه من بعد سبع سنين من بعد سبع سنين بص حضرتك احنا عندنا قاعدة في علم النفس تقول خمسة وتسعين في المائة من قناعات الانسان بتتكون في أول سبع سنين من قناعات الانسان اللي بعيش بيقى طول حياته بتتكون في أول سبع سنين تمام لو احنا في أول سبع سنين لولد ربا بيئة هادئة تشرب الحالة من الانسانية وحالة من الحب والمودة وغيره والقناعات الجيدة هيطلع ساوي جدا السبع سنين دي لحد النهاردة في بعض الناس كبيرة ممكن يبقى عنده 45 و 50 سنة ويبقى عنده اكتئاب سببها في جزور بتاعتها في 4-5 سنة ده العلم النفس اللي بيقول الكلام ده فاحنا بنقول أول سبع سنين دي مرحلة زراعة جيدة اللي يحسن فيها الزراعة يحصد بعد ذلك والتعديل يكون أسهل بعد كم سبع سنين دول لو مكبوتين الولد مقموع مقهور احنا متسلطين على أغيره هينفجر بقى بعدين في المراهقة أو ما بعد ذلك وينفجر بقى يتعادل بمرحلة مراهقة مضطربة إلى غيره واحنا بقى تلاي الأسرة كلها بتعاني إلى غيره يعني بيبقى صعبة فيها كمان تعديل السلوب صحيح يعني طيب يا دكتور دلوقتي الأولاد يعني في أولاد وفي منات نعم فعايزة أعرف الفرق بين الولد يعني في السن ده اللي هو طبع 12 سنة بيبتدي تمرد على البيت طيب البنت إيه اللي بيحصل لها بقى في السن ده وإزاي الأمة تتعامل معها يعني فترة التمرد دي على البنت إزاي بتعمل إيه والأمة تتعامل معها إزاي إحنا عندنا مظاهر التمرد مظاهر كتير جدا بس في كل الحالات دايما القاسم المشترك ما بين الولد والبنت بيكون في الغالب بعد 8 سنين يبدأ الولد هو في 3 ابتدائي ربعة ابتدائي كده يبدأ يحس بشخصيته شوية وياخد من المكتسبات الأخرى من المدرسة والأبناء الآخرين لأنه كل واحد جاي من بيئة مختلفة ويبدأ يعزل شخصيته بكتير من التمرد والعناد وهكذا جزء منه كبير صحي عشان يكون شخصيته وجزء منه بيكون تقليدي عناد من أجل العناد وده اللي بيحتاج قدر من الترويد قدر من الترويد من الأب أو الأم بحكام السيطرة بالضبط بحيث أن الأب أو الأم يفتت التمرد اللي عنده ويحول الموضوع إلى قدر من التفاوض أسمح لك بأشياء ويتنزلك مرة وتتنزل مرة وقدر من التفاوض فيحس الإبن أنه بينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة أنه صاحب بابا أو هي صاحبة مامتها فالمرحلة زي كده بتكون صحية جدا وحالة من السوائل الجيدة بالنسبة لأبناءنا طيب يعني يا دكتور كده الخلاصة بتاعت كلامنا النهاردة أن الأم لازم لما بتيجي تاخد قرار مع أولادها تسر عليه ويتنفزه علشان الأولاد يبقوا عارفين أن الأم هي الشخص المسيطر في البيت مش أنا كطفل كده فعلا كده الكلام إحنا عايزين نقول أن مش كل وقت يبقى سيطرة لا في بعض الحالات نسيطر وبعض الحالات نغض الطرف وبعض الحالات نعمل توازن ندي نصايح وحاجات زي كده عشان الموضوع يبقى فيه قدر من الاتزان لأن لو سيطرنا زيادة الأولاد هيتجاره جدا وهيتمرده بالزبط ما يبقاش فيه طول الوقت سيطرة ومش طول الوقت الليل صحيح بالزبط كده هو ده المطلوب أنا بشكر حضرتك يا دكتور النهاردة واستمتعنا جدا بالكلام حضرتك المفيد بشكركم على متابعتكم وأتمنى أن حكاية حوة تكون دايما بداية تغيير إيجابي في حياة كل حوة استنوني كل خميس في حكاية جديدة الحوة في نفس المعد ودمتم بأمان وحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر